اهلا بحركم بعد الفاصل خدت قرارك مرة واحدة وقلت انا هروح نادي الزمالك هل انت روحت عند ولا خدت القرار ازاي؟ وهل بعد ما خدت القرار ده ندمت عليه؟ طيب ممكن يطلع فاصل انا مش عايز اتكلم كمل طيب لا هو بيش عيب انك تروح نادي الزمالك لا 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 طبعا مابسك انت خدت قرارك انا مابسكش لحد لا ولا نقدر نستقل حب نادي زباك نادي كبير وعلى الماء ولا اقدر طبعا انما انا كانت ليه قص قبلها حصلت بيني وبين مستر هاريس اللي هو كان مدير الفاني للنادي الاهلي ايوه هو جيه كان معاه شطة تقريبا كان معاه كابتن شطة وكابتن شابتشافي ايوه فمستر هاريس جيه مسمين كويس المسم الاول كنت بقى لعب انا ومحمد رمضان كويس لما جيه في المسم الاولاني جبت اول اربع مات اول تلات ماتشات اربعة جوار كويس اثنين في الاتحاد واحد في المريخ السوداني يعني في كل مباراة هدف ربع واحد في المنصورة جيه الماتش الرابع ماتش العودة بتاع المريخ السوداني ايوه كويس انا كنت تاني هدى في النادي الاهلي في افريقيا بعد كابتن محمود الخطير طيب في الفترة دي اه فكان ربنا بيكرمني في المباراة الافريقيا وانا هدف الفرقة في التوقيت داو وماشي كويس لقيت في المعسكر قبل المحاضرة بنص ساعة اوه انا هنروح على الماتش بقى ماتش المريخ السوداني ايه اللي في القاهرة كان في القاهرة اه كابتن شطا الباب يخبط بتاع الغرفة بسيط لديكابتن شطا فهي كابتن ازاي قابض الارواح قال لي اه 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 زكي عيمان قلت له اه كابتن ازاي حضرتك فيه قال لي مستر هارس عايزك قلت له مستر هارس عايزني في ايه مهو في حاجة مستر هارس مستر هارس عايزني في ايه قال لي يا اخي والله ما عارف الراجل دا يا اخي بيفكر ازاي والله قلت يان هارس ودي فيها حاجة فقا يبقى باني فايه المقلقة قلت له فيها قال لي والله مش راضي يقتنع بكلامنا يا اخي اسمع منه ماشي يا كابتن شطا روحت بخلنا القوضة راجلو شر احمر 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 يعني مش عام زي ما يكون متربص احمر متربص يدرب النادل الاهلي يازم بقوش شعبه المهم احمر قال لي كان حسام حسن ما اقف احمر وراجع قال لي انا قررت ما ابدأش بيك النهاردة لكي ادي فرصة لحسام حسن قلت له انا فجئت فقلت له وتدي فرصة ماشي ادي فرصة لحسام حسن بس ليه تدي فرصة لحسام حسن على حسابي ده انا هدف الفرق اه هو بالزبط انا قلت كده بالزبط والله ما قلت اكتر من كده اولا انا من نوع اللي ما بتجاوزش ابدا في الكلام في الحديث فراح جاي قايم وقال لي واش روح مرة اكتر وراح جاي قال لي يعني انت بترفض تقعد احتياطي انا مقولتش كده لا ما هو كلامك ايه دقيحاء لي كده اه بس انا مقولتش كده ما انت مقولتش كده بس انت قلت له بطريقة غير تانية يعني انت برضو انت عاوز انت قلت له انت عايز انت عارفه من ريبين الاجانب عمتا محبش حد يرد عليه محبش كلام حتى لو انت مليون ومية صح بزاق هو محبش حد يرد عليه انت لما قلت له يعني ازاي ارجح حسام على حسابي على حسابك يعني انت ايه رافض او مستكبر عليه بس هو قال لي حتى انت يعني رافض انك تقعد احتيار بقى هو كان ناوي من الاول ما اتطرقناش الموضوع ده خالص فانا قلت له هو السفزيني بقى ساعت قلت له اه رافض ان انا عاوز احتياري حلاص هو السفزيني ما هو عاوز وصلك لنقطة دي فالكابتن شلط قال لي طب ايمن ايه دا شو قلت اهدى يا كابتن وروحت ايه الراجل هو نفسه قال انتهى الحوار قفل قفل رحت راجع الاوضة كان الكابتن شاوي عبدالشافي قابلته في الممار قال لي هو قال لك قلت له اه قال لي كابتن قال لي بص انا مش راضي واحنا اتكلمناه ولكن دي وجهة نظر قلت له طيب ماشا كابتن رحت الغرفة كان بعديها بنص ساعة مناخد شاي وكيك لو حضرتك تفتكر ومحاضرة نزل فهو قال الفريق اللي حيلعب وقال الفريق الاحتياطي وانت برا وانا جوه جوه الاحتياطي اه حاطتني جوه الاحتياطي اه قلت له لا معلش انا اسف انا مش عقود الاحتياطي اه فقصت قبل المحاضرة ما تبتدي اه بس وروحت الغلطة اللي انا عملتها ساعتها بس هو نرفزني يعني معلش اه انت لست بتقول غلطة غلطة طبعا اه والغلطة دي انت قلت له مش عايز تحطي احتياطي احنا احنا انا عادت احتياطي طبعا طبعا والخطيب قاعد احتياطي ونجوم كتيرة جدا قاعد احتياطي اه الفايصل بينك ومين المدير الفني ايه الملعب الملعب بس انا في الملعب لعب ثلاث ماتشال جا بربعة جوه ما عليش يا هو لا زواء لي وجهات نظر عاوز يجهز حسان معاك ما ما انا مش عايز انت ختاها بجنب تاني اه اه لان يعني 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 مش ترابوس بس هم يعني احيانا احيانا لا واخدنا معاك عندي بقى بشترابوس لان ما فيش مدربي عنده لعيب كويس ويقعدوه الا اذا اللعيب تجاوز بعض انا خلينا نتكلم بسراحة ما انت قلت له انت رفضت انك تقعد احتياطي هو اللي وصلني لكده ما هو اللي وصلك كده ما هو المفروض اللعيب ده طاعة عمياء بالنسبة للمدير الفني مظبوط صح صحيح هل انت ندمت على انك قمت قلت له انا مش اقعد احتياطي اه هو قال لي حاجة تانية قبل بممسي من القوضة قال لي لو حصل حاجة للنادي النهاردة هبلغ مجلس الادارة ان انت السبب فنرفيزنا اكتر فالمهم انا عملت بقى غلطة اكبر يعني ايه لو عملت حاجة لو حصيرنا المباراة اه انت مرضيش تقعد احتياطي هحملك انت المسئولية لو حصل حاجة للنادي النهاردة فنرفيزنا اكتر الغلطة اللي انا عملتها يعني حتة الاحتياطية اه كان لازم اقعد احتياطي بس الغلطة اللي انا عملتها لساعتها بنا انا خدت شانتتي ومشيت روحت اتفرجتها على الماتش في البيت لا ده بش غلطة دي جناية اه اه دي جناية طبعا دي جناية بس انا ما كنتش شايف ساعتها بس ندمت على الحق طبعا 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 وكبت انطارق سليما الله يرحمه رحمة الله عليه وخصب مني مرتين مرة في الموقف دوت بس رجعت دهم لي بعد كده في الماتش تاني المهمة دي كان الحادثة دي ايه دي السبب انك فكرت انك تمش من النادي لا لا كانت بداية صدامي مع مستر هارس اه وما فيش حد يقدر يحتوي هارس ولا باش كلمة يحتوي دي اه اه ده اصعب اليوم الدول طيب ما حدش يقدر يلم الموضوع دوت من لا هو كان عينة دي جدا اه زي كرويش كده اه يمكن اقوى اكتر كمان اه اه وبعدين ايه بقى كان بيعمل ايه يعني مثلا في التدريب اعمل حاجة كويسة يروح بص النحة التانية زي كلو الشاي ما يقولش حاجة كان كده معك اه كلو الشاي كان كده وبعدين مثلا يعمل ماتشات ودية فانا هدفل ماتشات الودية فمسلا باجي باجي لما خلاص حاطك في دماغه بقى ويسي طيب انت خدت القرار امتى اقول حاجة امتى في السنة ديت اعدت ملعبش فترة كبيرة جدا كويس كويس اه وبعدين لعبت اه بعد كده اه نهائي الدوري بتاع الاسماعيلي في اسكندرية اربعة ثلاثة كسبنا اربعة ثلاثة اه نزلت بالشوت التاني بعتلت ساعة Luego جيبت اهداف جيبت الرابع جيبت الرابع واناسماعيلي جيبت تلاتة جواد وكسبنا اربعة ثلاثة الموسم الليبعده دا الى محمد رمضان جابا فيه جوليان جابت 대해 هي تلاتة اهداف بس التلاتة اهدااف ومحمد ما تفرق شك ونعلينت لعطلات تلاتة والرابع المهم فالمهم السنة اللي بعدها لقيت نفس الأسلوب ما تغيرش هي نفس الطريقة وزيادة للدرجة أن أنا طبعا برضو خلي بقى يعني في حاجات فاتتني برضو شوي يعني مثلا إحنا عندنا المدير الفني في النادي الأهلي مش حد يدخل في شغلة لا أكيد أبدا طبعا فأنا كنت أخذ على خاطئي شوي السنة دي كابتن محمد رمضان بقى مدير الكور فخدت متوقع يعني أنه هو يتدخل شوي ويعني إصافي الأمور شوي ويكلم مستر هارز ما تكلمش هو ده مش موجود عندنا في المدير الكورة اللي إيه حاجة تانية والمدير الفني اللي إيه حاجة تانية مفروق ده صح كل واحد يختصصات فالمهم فضلت الموسم ده تقريبا ما ألعبش لحد ما جي ماتش إسماعيلي في الإسماعلي كنت برضو هدف المرساة الودية جي ماتش إسماعيلي في الإسماعلي وانت حسبت الهدف الودية مع الهدف رسوية ده في مرة ماتش جبت فيه تمن تجوال كنا منلعبش عارف ماركز سباة من بابه والده ده كان رفع رصيدك فالمهم طب ما حسبتش الهدف بتاع الدورة المدنية لا والله يا كابتن والله لسه طيب ماشي بعدين برضو همك طيب فالمهم ماتش الإسماعيلي في الإسماعلي أما ملعبش بق خالص تاني فترة وماتش غلص وفرقة إسماعيلي كانت جامدة طبعا كانوا منقينها وكتفرت إيلة عملتوا في الماتش ده أنا حاولي حضرتك الكورة المهمة هو قال لي هتلعب فأنا اتكلمت مع والدي قلت له أنا يعني مركز الرجل قال لي هتلعب إزاي هتلعب انت بالك كتير جدا بعيدة عن الكورة وتلعب ماتش الإسماعيلي في الإسماعيلية ومن بدايته قلت له قال لي صعب قلت له لا إن شاء الله مش صعب أنا مركز كويس قوي وإن شاء الله أعمل ماتش كويس لعبت المباراة لعبتها فيه كرة تلعبت من شوبر لحسام في نص الملعب عملها في دماغه لي خطها من نص من تلت الملعب وجري وعدت حمزة الجمل هو اللي كان مشترك معي وكرة رح تجيبها على رجلي الشمال رجلي الشمال في البولي كنت بشوت كويس كويس فأنا كنت عايز أحطها في حت فجت على فغدي ورجلي شمال عند نقطة البنالتي بالزبط يمكن تقريبا وشوت بتتعزم بقى وبشوت زي الصاروخ راحت زي كار وقسام عربي قد كده في إيد سعفان سعفان اللي قاها كده في إيده سعفان الصغار الهجمة اللي بعدها على طول كان فيه لعيف نص الملعب اسمه عصام عبد العال في الإسماعيل كان صغار كده رجله جاند المهم تلعبت له كرة من نص الملعب عدى نص الملعب ما فيش عشر يردات ورح شاية كرة نطت قدام شوبر ورح تدخل جور المتش داي خسرنا خسرنا اتنين واحد سفر هو شايلك بقى الليلة ودي كانت نهاية لعبي في الفترة دي مع النادي الأهلي لحد مباراة العربي القطري في الدورة العربية اللي احنا استقبلناها في مصر ترجمة نانسي قنقر